السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي الاباء ديال التلاميذ. اه غاتي نجير واحد توضيح بالنسبة للمذكرة اولا بالنسبة للمذكرة اللي سبق لي انا نشرحتها. نظن بان هاد المذكرة مازال ما تفهماتش مزيان. مازال خاصة شوية ديال يعني التفسير. كنتكلم معكم من منطلق انني انسانة موظفة تبع القطعة التربية الوطنية. اه كذلك كفاعلة تربوية كفاعلة جمعوية. كنحاول انني نوضع يعني نقطة بالنسبة للناس اللي كي يحاولوا انهم يتلعبوا بالاعصاب ديال التلاميذ ويتلعبوا بالاعصاب ديال الاباء ويحاولوا انهم يعطوهم شي شروحات اولا شي مغالطات اللي كتزعزع النفسية ديالهم. انا كانسانة كنتواصل مع التلاميذ وكانسانة كيجوني المساجات من التلاميذ وكانسانة عندي الهاجس ديالي الواحد هي الراحة ديال التلاميذ لانني كنتعامل معهم ونتواصل معهم. انا الامهات ديالهم لا يخلهم لهم. انا انسانة اللي كنحاول انني اه نرفع من المعنويات ديال التلاميذ لان التلاميذ لانا التلاميذي لان كان محبط ما غديش يقدر يكمل الخدمات دياله وما يقدرش يدخل يقرأ الى كان نفسيا هو محبط. فهذا الدور ديالي انا كانسانة اه مواكبة هاد التلاميذ ومن سمحش لأي حاجة انها تلعب لهم بالاعصاب ديالهم وبالطاقة وبالمعنويات ديالهم ويحاولو اه يعني مواقع تواصلية ليس لها ديرايا بالامر ما قرأتش المذكيرة ما فهماتش المذكيرة ما عرفاش علش كتهدر اصل المذكيرة كتسولها على النموذج التنموي ما كتعرفوش كتسميها على كتتهدر لها على القانون الايطار ما عرفاش ما عندهم حتى شي ديرايا حتى بحاجة حاجة الوحيدة لي عارفينها وهي القانات خاصة دخل الادسنس وهاد المسألة انا لا يمكنني ان اسكت عنها لان اني كان اعتبر نفسي الام ديال هاد التلاميذ ومن يبدأت السنة الدراسية وحنا كنحاولو انا نطلعو المعنويات ديال التلاميذ ونحاولو انا نرفعوهم من 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 معنويات ديالهم باش يدخلو يستقبلو السنة الدراسية اللي تعطلات بشهر يستقبلوها بواحد الروح واحد المعنويات المرتفعة ويجيوا يحبطوني ذاك الخدمة اللي درناها كاملة ذاك المجهودات اللي درناها كاملة مع التلاميذ يعاودوا يحبطوه بلد اسلامي تربيه اسلامية هي الروح والعماد ديالنا عماد ديال الدراسة ديالنا منبدينا صغارين وحنا كنقروا في تربيه اسلامية تشي واحد ما قادر انه يعني يقس تربيه اسلامية هذا مسألة تربيه اسلامية هادي تدارو فيها فروض عادي إلا الموحد تلامد اصلا ما تقولو ما تدوزو الفرد الموحد على صعيد المؤسسة في المواد كاملين ايس خفو ما عيشوه مش الحال يعني وما حيدوه مشي مواد الحفض المواد اللي غاي فيها اللي حفض يعني غايقداري أترح اليوم حنبغينا نشوفو المواد ديال العلوم يعني المواد اللي هما رئيسيه اللي غايقدار يدوزوهم الثانية باكالوريا إلا كان عندهم ضعف فيها ونقص فيها غايحاولو انا يدالهم واحد الدعم واحد تقويم باش يعاودوه أما التربية اسلامية را كيحفظ القرآن باستفعاليه مش بخاطر التلميذ كذلك الدروس ديال تربية اسلامية را ضاروري غاديدوز فيهم يقي بها منیمesting الموحد وفاقت الموحد على صعيد المؤسسة جو ديبيا gan استطاع بخط أحمر الموحد على صعيد المؤسسة هول ما تكون فيها مادة لتربية اسلامية وrichtenماعية تربية اسلامية فقط ، طربية اسلامية وانجليزية يقدمو التربية البدنية مش حيش كان بخصور من التربية اسلامية وتربية اسلامية اولا مقصوم تغيير موقع على المقرر تغيير موقع على المحادث تغيير موقع على المحادث المواد التي تدار فيهم تغيير موقع على المحادث والحمد لله الوزارة خرجت بلاغ رقم 81 سوف نضع لكم المذكرة رقم 81 السيد الوزير مدير الأكاديميات مديرين إقليميين مدير مؤسسة تعليمية الأساتذة بشأن جداول تفصيلية لفرض المراقبة المستمرة الموحدة ومكونات الإشهاد وأوزانها إذن بناء على المذكرة اللي تحتاج رقم 80 فهذه المذكرة رقم 81 كتشرح أو لا كتغيير ما جاء في المذكرة السابقة هنا هذ 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 المذكرة المواد المعنية بفرض المراقبة المستمرة إذن زادوا التربية الإسلامية وزادوا الاجتماعيات يعني أن السادس إضغة إذنo. الذهاب حالة أ擁ق اللغة العربية الفرنسية الريادية التربية إسلامية الاجتماعية لغة أمازيغية ونشاط العلمي تتنوي اللغة العربية الفرنسية الريادية تربيه إسلامية اجلوم حياة والأرض وعلوم فيزيائية الثانية باكالوريا عندها فرض في كل مادة دراسية لك flooded باكالوريا و بالاضافة الى ذلك اللغة الفرنسية واللغة الاجنبية الثانية لانه طبعا دبال فرنسي والانجلي رابيهم كيدوزو اللي كونكوغ في المدارس العليا بيهم كيدوزو البقابلات الشفاوية اللي كتكون لزن خوزين اوغو بيها كيدوزو نيكي كيقراو الانجلي كدالك بيها كيقراو فهي من المواد اللي خصى ضروري يكون فيها يعني تكون مضبوطة وتكون كتكرة مزيان لونك هدا هدي المذكرة بخصوص لمادات التربية الاسلامية اذا الوزارة استجبات مشكورة للطلب ديل الاباء وديل الجمعيات اللي مهتمة بمادات التربية الاسلامية اه التلميذ اللي هو ما بغاو بمدات التربية الاسلامية انها تدرج لهم في الامتحان الموحد فكنشكروا بيزارة التربية الوطنية لانها دائما تستجيب لكل ما هو في مصلحات التلميذ نرجعو المذكرة الليولى رقم 80 اللي اه جابت هاد الامتحانات الموحدة اصلا علاش هاد الامتحانات الموحدة اصلا داروح نظرنا على التربية الاسلامية علاش اصلا هاد الامتحانات الموحدة وشنو السباب اللي يجعل الوزارة تقترح او لتغيير النظام وتدير هاد الامتحانات الموحدة على صعيد المؤسسة بالاضافة الى الامتحانات ديال الاقسام او الامتحانات ديال القسم امتحانات اللي كان قولوهم الصفية نحن كنعرفوا بان كنا شي حاجة اسمتها رؤية استراتيجية للاصلح اللي كان درت يعني عنا غسوي كل اصلاح من الفين وخمستاش لالفين وثلاثين هاد رؤية استراتيجية اللي قررها صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وصى ودعا فيها باش يدار واحد القانون ايطار كيلزم لجميع بالمشاركة في الاصلح كلنا بحل بحل كيل اساتيدة كيل آباء كيل منظومة الوزارة بوحدها ما يمكن لاش تخدم يدوحدة مك تصفق ضروري نخارطو كاملين في الاصلاح هاد القانون الايطار اللي اللي هو انا اللي صاحب الجلالة كي هدف باش دار واحد المدرسة اللي هي ما كتسمى مدرسة جديدة تكون مفتوحة امام الجميع لو الاحتياجات يدخلوا يقرأوا تلامد تعليم الاولي الصغيرين قال مربع سنين يدخلوا يقرأوا اللي كل شي يقرأ كل شي يقرأ يعني تكون واحد المساواة واحد تكافؤ الفراس اللي كنقولو مدرسة مفتوحة امام الجميع يعني انحنا كننضرع للجميع الفئات اللي كخصة تكون يعني في التمدروس او اللي اللي كخصة تستفيد من التمدروس باش نفعلو هاد هاد القانون الايطار جاء فيه مجموعة دي المشاريع تقريبا 18 مشروع وكل مشروع كي يهتم بشي حاجة كي يهتم بشي حاجة عنده علاقة اه بالمنظومة اه بالمنظومة اه التربوية احنا كنا ندودها بعد قطاع التربية الوطنية اذا باش نفعلوه المقتضيات هاد القانون الايطار هاد القانون الايطار خسنا نخدموه دونك مشروع رقم 12 هو اللي كيتعلق بهذا المذكرة اللي جات انه تحسن وتطور نظام التقويم والدعم المدراسي والامتحانات يعني ان القاو خلال الناس اللي داروا الدراسات ديالهم القاو خلال في هاد النظام ديال التقويم نبهو نقوموه احنا التلميذ باش غنعرفو كي غنديرو نقوموه كي غادي نديروه الدعم احنا باش عارفوه واش خاصوا الدعم هاد الامتحانات واش متحانات اه يعني اه بساعدها التلامد او لا لا اذا هنا اه اه جا هاد المشروع رقم 12 باش يهدر على الفروض يعني الفروض المراقبة المستمرة في جميع المستويات يعني هاد المذكرة جات كتقوم وكت يعني كتصلح هاد النظام اما الامتحانات الجهوية مهدر معاهم تشي واحد امتحانات الجهوية امتحان الوطني ما كينتشي تغير والحمد لله البلاغ اراه كي هدر على هاد الشي هذا واشنا غديم شو معاه احنا كنعرفوا بانا ديما الاباء كيتشكوا مستوى التعليم ناقص مستوى التلاميط طعيف ديما كنشكوا ما كيشتكى فوق الفرص تعليم الخصوصي كيفاش كيدر والتعليم العمومي كيفاش كيدر واش انتوما الاباء اخواني اخواتي الاسرة اللي هي الشريكة ديال المؤسسة الاسرة اللي هي تدخل دائما في المؤسسة حنا كننا ديو كقاطع التربية الوطنية باش الاباء والامهات يكونوا دائما معانا في جنبنا يعاونونا لكن انتوما كنتو كتشكوا بان المستوى دولدكم ضحيف مستوى دولدكم كتقولوا لا حقارة ما كيقراش او لا لا ما كيقراش او لا اولا 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 يعني دابا جتكم احد الفرصة حتى لعندكم انكم تلمل اولدك غدي ولك يقرأ صحة لانا متبوع بامتيحان دايما كتقولوا بانا كين نقط المرقبة ماش بحل النقط الجهوي ماش بحل النقط الوطني اولا كين بتلو لهم نقط ما داروش ما فعلوش اولا كينش حاجة اللي هي كتوقع دائما انكم كتشوفوا مثلا تلمتكم اولا ولادكم كتشوفوا بانا جايب مثلا تسعتاش في المراقبة المستمرة وملي كيجي الجهوي كتصدم كتقولوا هايلي كيف اجاد النقطة اولا كيجي بمزيار انا مرارا كيتلقوا معي الاباء اولا الامهات يقولوا لي لا اولديك يجيب 19 لا اولديك يجيب 18 لا اولديك يجيب لي 20 كيف اجاب لي في الجهوي 4 اولا 3 هذا السؤال كيطرح نفسه هذا التلميذ عنده تعطر ولكن تسح التحد ما سيقلو الخبار لانا هاد الوليد هادا ولا هاد التلميذ هادا ناقل في القاسم شحال كتدو الاستاد يحضي في التلميذ كي يقرأ كينقل هما في احنا كنكونوا في امتحانة الاشهادية واللي جان كتدور واللي زبارة كيقلبوهم كتلقى تليفون في صباته وتليفون في جيبه وتليفون في راسه وتليفون في الكاسكيتا كتحيدلوا تليفون كتلقى عندو تليفون اخر مخبه كيف تظن بانا واحد تلميذ ينقل في نهاية السنة في امتحان اشهاده قدسه وقلبك ولا اولابك ولا تلتا اعدادي ولا حتى السادس كيف ينقل في القاسم تلميذ مني كي تشوف تلميذ مجاوب مزيان كتقولها بغاف وانا شرحت مزيان وتلميذ جابه مزيان وما تلمدوا لو كنقوا اسهل طريقة وهي ينقل فقط كي يشبط ورقات تليفون في قاسم ويجرس ينقل معرصته ومعندو غارض اذا هنا كيف اش غتعمل الوزارة بغد تعالج الوزارات التعطورات بغد تعالج هاد المشاكيل كي غتدير تعالج هاد المشاكيل كي غتعمل الوزارة يمكنك اعرف كي نقص عن تلامد سيو قد تعالجها عن تلامد جدنا لنسيولوهم لنسيولوهم كتابيا هان هان لو أنه انتحان المتحانة أو فروض و يكون بالقسم قضية و يحسون أنه فرد الجهوي و الوطني لا يوجد فرد عادي لا يوجد فرد القسم يجب أن تكون مؤسسة في النهار يجب أن تكون مؤسسة يجب أن تكون مؤسسة يجب أن تكون مؤسسة فعلا نتكلم فعلا ولكن لن نتكلم سوف تجد فرد تبا و لكن سوف يتبط لذلك يجب أن تكون قريبة اذا اذا اضبط المسائل ايضا اذا اضبطك مشاكل اذا اذا اتلمت هنا اذا اذا اقوم بتعمل ان يكون لديه امتحان في اخير الثورة سوف يتعلم ان يتعلم ان يكون لديه امتحان القسم وإذا حصلوا على معدلات مزيانة وإذا حصلوا على معدل ضعيف هنا سيكون تدخل الوزارة والمؤسسة والأساتيدة يجب أن نقومه ودعمه يجب أن نفرحه ومشي نتعصبه يجب أن يفرحه ومشي تقلقه ويبكي يجب أن نكمل سنة الدراسية ونجح ونجح نقطة زوينة سنجتهد من الشهر الأول أعرف أنه يجب أن أمتحان فرد القسم ومتحان موحد فصل سنة إذا جاب الموحد مزيان وإذا لم يجب أن ندعم هذا الشيء يجب أن نعرف أنا لأنه يجب أن يكون مستوى طالع ونحن نحن نحاول نطلع المستوى الدراسي هذا الشيء يجب أن نفرحه ونفرحه 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 وكذلك السادس وكذلك 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 السيد وكذلك وكذلك السيد أمسي القاسر شكرا الاسرة على تشجاعة ديلها. تعاوننا في تشجيع التلاميذ على تامدروس غايد يدخلوا ان شاء الله بقتلهم اه عشر ايام ويدخلوا بغينا هم يدخلوا بمعنوية مرتفعة. عاونونا. الاسرة راها شريكة. تعاون الاسرة للمجتمع. تعاون منظومة. تعاون وزارة بوطنية. تعاون الاساتيدات. تعاون نحن كمندوبية كمديريات اقليمية لكي دربوها مع ربزاف. حاولوا انكم تنخرطوا ايجابيا في هذه العملية دي مع التلامد. حاولوا انكم تشجعوا لداتكم على تامدروس وعلى انهم يقرأوا وميفكروش في هذه التفاهات وحاولوا انهم يدوزوا الامتحانات يكونوا بصدر راح بيدوزوا الامتحان في المصلحة ديالهم وكيرجعهم الناس اه مستوى ديالهم اه راقي وطالع ونحيدوا هاد الفكرة بان المستوى ديال التلامد منحط او للمستوى ضعيف او للمستوى فمن الان فصعيدا ما يبقاش يتلمين عنده مستوى ضعيف كل شي غايولي اه مجتهد وان شاء الله هادي نستفدو بزاف وغادي تعقلوا على هاد المسألة وقولوا هاد الانسانة هادي خرجتك اتقولكم هاد الهضرة هادي اه اش غادي نقولكم اه 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 اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد وشكرا لكم بزاف على اه استماعكم للفيديو حتى الاخير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين